السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم جميعا في قناتي وصفات متنوعة على طريقتي الخاصة اليوم رح نشوفه مع بعض وصفة الخبز الخبز هدا رح ينجحنا 100% رح نديره كمتع المخبازة يعني كمتع البورنجي رح يجينا بزاف خفيف من داخل ويجينا بقرمش من برة تبعوني بركوا ورح نشوفوا الوصفة بزاف ناجحة ما نطورش عليكم نروح ونشوفوا المقادير ونشوفوا طريقة التحضير بالنسبة للمقادير عندي 500 مليلتر الماء يكون دافئ عندي ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة السكر عادي عندي ملعقة صغيرة انتع الملح وعندي الفارينة أهنا ومبعد نقولكم شحرحة نستعمل الفارينة أول حاجة أخذت إناء حطيت هذه الملعقة كبيرة الخميرة أضفت لها ملعقة كبيرة السكر عادي أضفت لها 500 مليلتر الماء يكون دافئ نخلطوهم مع بعض حتى تتحللنا هذيك الخميرة كي تتحلل الخميرة هذي كعني شوية الدوب تم وراح نزيدو الفارينة جوزوها في الصفاية ولا في الغربال المهم انهوو الفارينة نتعنا كي ما قد تكم جوزوها في الصيار ولا في الصفاية المهم تهووها ونبعد نحن نخلطوها هكذا يا أنا الفارينة هنا ياخدت لي 750 قرم 750 قرم انتو ما كيتلحقوا ل700 قرم هذيك الخمسين بقوا تزيدو فيها غير بشوية على خاطر صديبونك الفارينة لتشرب كي ما تشربش ما تحطوه هاش دفعة واحدة توجو يعني خلوها هذيك شوية هذيك ما قولكمش خمسين ما قولكمستين ما قولكم تحتها المهم الجام يديرون الفارينة على جه ديروا يعني الأغلبية قاعد ديروها وخلوا واحد الحاجة قليلة توجو خلوها في الآخر باش تعرفوش حل تزيدو يعني ما تديروش على جهة ومن بعد راح نطمو العجينات عنا كي ما راكتشوفو انا هنا يسمحوا لي استعملت القفاز ما حاش نلقى راحتي بهذا القفاز على بل مطلوبين وهذا القفاز المنطيق يعني خاصة على الطبخه كامل ولكن ملقيتش راحتي باس كي ديها استعملت لزي بيس بطعفو الكوركوم والزي بيس راح يقعدوا في اليدين هذيك الصبغة هذيك اما لا يعني باش ميباشر مظهر يعني باشع قدرت للكون هادو وطلكم بعد ما نسقوا العجينات عنا نديروها في صحن الصح نديرو لغشو يا فارينا حاجة قليلة ونغطوها بالفيلم آنيمونتغ يعني ورغ غدائي ونخلوها الضاعف الحجم التاحة نديرو لها طرشونة ولا اي حاجة ونخلوها الضاعف الحجم التاحة ما يهمكمش الوقت المهم الضاعف الحجم التاحة ممكن ثلاثين دقيقة ممكن ربع دقيقة ممكن اقل على حسب درجة الحرارة ومن بعد ما تضاعف الحجم التاحة رح نحبطو كامل هذيك العجينات عنا يعني ندي غازوها نحول هذيك الغازات كما راكوا تشوفوه ومن بعد خديت شيافارينا رح نسق من العجينات عيه ومن بعد رايحين انقطحها على حسب الكوريات انا هنا رح نستعمل 10 خبزات يعني كان يدرتهم بالطولة فشتوني يعني في البداية تاع الفيديو وكان يدرتهم دوائر انا رح نخرج 10 خبزات رح نديرهم تساويين انتو ما تقدروا تستعملوا الميزان كيفاش تديرو خدوا العجينات عكم ووزنوها مثلا العجينات عكم توزن 1200 غرام هكذا وراكوا حابين نديرو 10 خبزات في هاد الحالة 1200 غرام اقسموها على 10 غرام رح يخرج لكم 120 هذا هو 120 غرام اللي رح تديروها في كل كوريا هذه هي وعندكم 1300 غرام تقسموها على 10 رح تجيكم 130 غرام وهكذا تحبوا 12 تانيك رح تقسمو عدد العجينات على 12 الكوريا رح تتوفو الميزان حال يخرج لكم باشا كده يجيكم متساويين هنا بعد ما قطعتهم وسقمتهم رح نغطيهم نخليهم يرتاحوا لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يزيدوا يرتاحوا شي ويخمروا شوية ومن بعد واش ندير ناخد الكوريا نبسطها هكذا كما راكوا تشوفوا وديروا الفارينة ولاشتوها تلاسق لكم ومن بعد يعني ما تحلوها شمليح مليح وذوك واش راح ندير راح نقلب ونضغط راح نقلب ونضغط هكذا باش تجينا من داخل خفيفة كما راكوا تشوفوا شوفوا هنا نقلب ونضغط نقلب ونضغط حتى نكملوها كامل ومن بعد نغلقوا هذيك الفتحة هذيك نغلقوها ونسقموا الجوانب هذه هي ماشي حاجة صعبة نسقموا الجوانب الجوانب نجيبهم شوية بوينتين كما تحبو الخبيزة هذوك الصغار هذوك هنا تحبوه تكبره تحبوه تصغره انا درتهم الصغار باش كل واحد يدعو خبيزة تاعو يكملها ما يقعدوش دي مخصوها بدك اموه يعني موهنا يبقى مسأل الدوق شوفوا هنا اخذيك كورية ثانية درتها بنفس طريقة نقلب ونضغط ونضغط الفتحة نغلقوها ونسقموا الجوانب في الواسطة تجيبون بي وفي الجوانب راح يجون بوينتين تحبوه تحبوهم الصغار تحبوهم كبارا لو الذين يفرحوا يتعطيهم خبزة كل واحد وحده يفرحوا خرم لي خبزة وتقسموا هذي مخصولة نفضل كل واحد هكذا كورية ثالثة كيف نبسطها وما تحلوها مليح مليح يعني حتى من ما عاربتو لكم رقيقة قعدوا تلووه هكذا وتقلبوا تلووه تقلبوا اللي كدلكم خشينا زيدوا تضربوها شوي يعني بسطوها وقعدوا هكا تقلبوا وتضغطوا ومبعد اغلقوا الفتحة هذي وسقموا الجوانب وديروهم بوينتين في الجوانب وفي الواسط راح يكونوا بومبي هذه هي كما راكوا تشوفوا ماشي حاجة صعبة ومعن نديرهم في السنواء ندير لها ورقة طي وسيباروا مبيناتهم خلوا المسافة مبيناتهم بسكوا راح يزيدوا في الحجم التحوم ومبعد هنا حدي لكم دائرية شوفوا انا اخديت تانيك الكورية بسطتها هنا محشت بسطوه بزاي في كل مرة ديروا الفرينة ولاشتوها تلسق لكم شوفوا هنا نقلب هكذا ونضغط نقلب ونضغط هكذا مقاعد جوانب هكذا نجيبها من يعني شوفوا كيما راكوا تشوفوا يعني دفوت ما نقشق لكم كيفاش نهتر المهم قلبوا هكذا في كل مرة قلبوا كيما شفتوني ومبعد شوكلوا هدائرة هكذا كيما راكوا تشوفوا نعود لكم الكورية التانية راح نتوفوا أفضل كيما راكوا تشوفوا هنا شوفوا هدو الكورية التانية شوفون دير فرينة من تحت نبسطها هكذا شوية تقلبوا من زوج جوانب الأخرى المهم على ربع جوانب وقعدوا تقلبوا هكذا وتضغطوا هكذا وبعد شدوها هكذا في الواسط شغلوا كي الحزمة هكذا كالرزمة كما نقول شغلوا هكذا سجموها كامل هذي كغلقوها كامل فتحتها وسيوا جيبوا هاليس هكذا كوروها ومن بعد غطوهم ديروها في السنواء هكذا وصفروا ما بينها تخلوا المسافة وغطوهم وخلوهم يرتاحوا حوالي ثلاثين دقيقة هكذا من العشرين إلى ثلاثين دقيقة على حسب درجة الحرارة ومن بعد خدوا السكين أو مصلانجيلات تقاطعوا على هذا الشيء يعني هكذا الفتحات تعاود فوقهم انتو مولا عندكم مصعو شنو كتعودوا تديرو الفتحات لا توصلوا هكذا شغلوا تجرحوهم برقبشي 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 هكذا سوف تقاطعوا برقبشي 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 برقبش مستخدموا سأتكلموا طبعب شعروا كما قمت بتجربة الأب كما قلت لكم نصقر لهم كامل الماء نقيقب برقبشي برقبشي ندخله في الفرن نشعل الفرن على 150 درجة اقصى درجة مئوية ندخله يسخن مدة 30 دقيقة وهذا يكون في الاسفل ومن بعد 30 دقيقة رح ندخل سنواتنا في الواسط وندخله يعني اه كي طيب كي بدأ يتنفخ كي شوفوا تنفق الخبز رح نحبطه الى اقصى الى درجة ميتين درجة وشي لا ادنى لا لا بعد ميتين وخمسين الى شوفوا هنا القرمشة تحب باش ميروحليش الفيديو شوفوا القرمشة كي ما قلتلكم هنا تخلوا الفرن يسخن تخلوه كي تشعلوا الفرن وحطوا هذا القالب في الاسفل كامل وشعلوا الفرن على اقصى درجة مئوية ومن بعد حطوه يسخن 30 دقيقة كي يسخن 30 دقيقة جيبوا لسنواتكم تعال الخبز حطوها في الواسط وخلوه يشعل من فوق ومن تحت وخلوه وغلقوا الفرن وتعكم وخلوه يطيب كي تشوفوا في هذا الحالة نقصوا الفرن من مئتين وخمسين ارجعوها حطوها حتى المئتين درجة يعني حتى المئتين درجة صعبة وشنو عسوها بركة رح حطيب لكم حوالي 20 دقيقة وهذاك الماء رح يخليه رح ينتشر الكافة في هذاك الفرن يعني رح البخار هذاك رح يعطينا القرمشة ورح يعطينا اللوم يدل في الاخر نقول لكم فرجة ممتعة للفيديو طهلا وفير وحتيكم رمضان كارم والسلام عليكم